الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله عزيزي المشاهدين في هذه الحلقة كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن بدايات غزوة أحد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الخبر من السماء أن قريش قد خرجت في جيش جرار يريدون الثأر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة يريدون الثأر لقتلاهم في غزوة بدر أرادت قريش أن تعيد الهيبة التي فقدت بسبب غزوة بدر الكبرى التي راح ضحيتها صناديد قريش النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالجيش كما ذكرنا وقطع بالجيش بين البساتين حتى لا يرى العيون الذين أرسلتهم قريش لتفقد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فخروج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق الوعرة حتى لا يعرف القوم وهؤلاء الأعداء أين سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على علم بتحرك العدو فيستطيع من خلال هذا العلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرى وأن يباغت العدو في الوقت المناسب النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى موضع يقال له الشيخين وجاء زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر يريدان أن يشارك في هذه الغزوة ولكن ردهما النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنهما وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض شبان الصحابة الذين كانوا يجيدون رمي السحام هنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالقرب من جبل أحد وجاءت أيضا قريش وكان قوام الجيش مع قريش ثلاثة آلاف مقاتل خرجوا بالنساء والأطفال والعبيد والإيماء لتحميس الجند على القتال في هذه المعركة قريش عندما تقدمت وكان القائد لقوات قريش هو أبو سفيان بن حرب وهو زعيم قريش في هذه المعركة فقام بتقسيم الجند في أرض المعركة فجعل عكرمة بن أبي جهل في ميمنة الجيش أو في ميسرة الجيش وكان تحت عكرمة سبعمائة مقاتل وجعل خالد بن الوليد ولم يسلم بعد في هذه المعركة وكان تحته ثلاثمائة مقاتل وجعل صفوان بن أمية أميرا على المشاه وجعل عبد الله بن ربيعة أمير على رمات النبال إذن قسمت قريش الجند وبدأت المعركة تأخذ شكلها النهائي قبل الالتحام النبي صلى الله عليه وسلم قام أيضا بتقسيم الجيش وننظر هنا إلى سياسة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب العسكري كيف كان يقود النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجيود في المعارك النبي صلى الله عليه وسلم قام بتقسيم جيشه إلى ثلاثة أقسام القسم الأول وهم المهاجرين وعلى رأسهم مصعب ابن عمير هو الذي يحمل الراية والقسم الثاني وهم الأوس من الأنصار وجعل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسيد ابن حضير القسم الثالث وهم الخزرج جعل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحباب ابن البندر إذن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتقسيم الجيش إلى ثلاثة كتائب هذه الكتائب كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصد من جعل المهاجرين لوحدهم وكذلك الأوس والخزرج لأن الجندي إذا قاتل في أرض المعاركة وكان معه أبناء عمومته وأعمامه وأقاربه حين يرى أحد من أقاربه قتل في هذه المعاركة سيحمسه ذلك إلى القتال بشراسة والدخول بقوة لضرب العدو ودحره في أرض المعركة كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع خمسين من خيرة رمات السهام وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرما وأمر عليهم عبد الله بن جبير وبإذن الله تبارك وتعالى سنكمل تفاصيل هذه المعركة بعد الفاصل فابقوا معنا حياكم الله عزيزي المشاهدين توقفنا قبل الفاصل عند تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لجيشه وانتهينا إلى جبل الرما وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسون رجلا من أمهر الرما في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في بداية المعركة عندما التحم الجيشان كانت الغلبة والنصر في بداية هذه المعركة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وقد أوقع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الكفار قتلا حتى هرب أبو سفيان من أرض المعركة وهرب خالد بن الوليد وهرب كذلك عكرمة ابن أبي جهل وكان النساء كما جاء في رواية عبد الله بن الزبير عن أبيه كان النساء يشمرن ثيابهن يركضن هربا وخوفا من أن يقعن في السبي في يد النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى المعركة في بدايتها تحقق الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى عبد الله بن جبير ومن معه من الرمات وهم على الجبل وقد نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا تبرحوا مكانكم حتى وإن رأيتم الطيور تحوم فوقنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الرمات لا يبرح أحد منكم مكانه حتى وإن هزمنا وإن قتلنا ورأيتم السباع تأكل من لحومنا ولا شك أن هذا فيه تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يبرحوا أماكنهم لما رأى هؤلاء الرمات أن النصر قد تحقق وأن الكفار قد هربوا من أرض المعركة نزلوا من الجبل ونزل قرابة الأربعون رجلا نزلوا لجمع الغنائم لما هرب جيش الكفار نظر خالب الوليد وهو قائد من القادة الكبار في قريش ونظرة القائد تختلف عن نظرة الجندي فلما نظر خلفه ورأى أن هؤلاء الرمات قد تركوا أماكنهم ونزلوا لجمع الغنائم صاحب أبي سفيان وقال أعلو هبل فالتفت أبو سفيان خلفه فنظر إلى خالد بن وليد فأشار إلى جبل الرمات ثم التف خالد بن وليد خلف الجبل وصعد على جبل الرماه وتمكن من قتل من تبقى من الرماه العشرة فاحتل هذا الجبل وقام بتوزيع الرماه على هذا الجبل ثم جاء أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل والتف خلف ظهور الصحابة وبدأوا يمطرون النبي صلى الله عليه وسلم بالسهام وقتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت الفاجعة والهزيمة النكراء التي ألحقها الكفار بجيش المسلمين نجد هنا الحق تبارك وتعالى ماذا يقول في سورة آل عمران يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة إذن الحق تبارك وتعالى في هذه الآية بينا لهم فقال ولقد صدقكم الله وعده أي تحقق النصر في بداية المعركة لأنكم كنتم مقبلين تقاتلون من أجل الله تبارك وتعالى ولكن لما نزل هؤلاء الرماة وذهبوا إلى جمع الغنائم وتحركوا إلى حطام الدنيا وعصوا الله عز وجل ورسوله أوكلكم الله عز وجل إلى أنفسكم الأمار بالسوء فالتف عليكم العدو وأوتيتم من قبلكم ولذلك نجد لما حصلت هذه الهزيمة النكراء وجاء الكفار واقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عتبة بن أبي وقاس وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه فكسر خودة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعد ذلك محمد أبي شهاب الزهري وقام بضرب النبي صلى الله عليه وسلم على جبهته فسال الدم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وحصل القتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم صادقين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته